شهداء وجرحاء أو مرضى وذو إعاقاء واقع أطفال اليمن في ظل حرب التحالف هذه الأم من محافظة إب وسط اليمن قدمت إلى صنعاء لعلها تجد ظالتها وتنقذ طفلها ابن الأشهر الستة الطفل يعاني من سوء التغذية الحاد فلا أدوية في مدينتها ولا خدمات صحية تعينها على علاج ابنها خمسة ملايين وأربعمائة ألف طفل مصابون بسوء التغذية في اليمن رقم أعلنت وزارة الصحة اليمنية في يوم الطفل العالمي وزارة الصحة طالبت الأمم المتحدة بإيضاح حول مصير أموال المساعدات المنهوبة فيما أطفال اليمن يموتون في هاشتاغات حصلت للمنظمات يقال أين الفلوس ونحن أيضا نطالب كوزارة معنية أين الفلوس هذه أن تذهب هذه الفلوس التي تذهب نفريات نفقات سيكوريتي سيارات مدرعة الطفل ليس محتاج سياراتكم المدرعة يحتاج إلى حضانات نحتاج إلى أجهزة التنفذ الصناعي ما نسبته 29% بحسب إحصاءات الوزارة هو ما يقدم للأمهات والأطفال من الخدمات الصحية في ظل حرب التحالف السعودي فيما يعمل 48% من المراكز الصحية فقط مع عدم توفر الإمكانات الضرورية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى 150 ألف طفل يمني يموتون سنويا بسبب الأوبئة والأمراض والنقص الحاد في الأدوية ومنع السفر وفق تقارير أخيرة نتاج حرب التحالف فأي يوم عالمي للطفل وأطفال اليمن في مواجهة مستمرة مع الموت أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين